صبح بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ومعادنا مع فقرة من الفقرات التي طال انتظارها لأنها بتتعلق بتربية ولادنا لأن الموضوع ده من الموضوعات المهمة جدا اللي يمكن بيهم ومحور اهتمام كل أب وكل أم هو زي اللي أنا أربي ولادي وأغرس فيهم القناعة والرضا أعمل إيه مع ابني اللي طلباته كتير أعمل إيه مع ابني اللي عامل أو عمل طول الوقت حاطت نفسه فيه مقارنات مع الغير إزاي نحل الإشكالية دي وإيه النتائج السلبية اللي ممكن تحصل لو مع الجناش الموضوع ده أسئلة كتير قوي هنجاوب عليها بالتفصيل النهاردة مع دكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك اللي بنوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير يا دكتور صباح الخير عليكم دكتور في البداية يعني يمكن فيه أسئلة كتيرة بتردد في أذهان كل أب وكل أم تحديدا مع الانفتاح على يعني الانترنت ودايما بنشوف الغير ويمكن اختلاف العادات والثقافات بتخلي فيه قيم بالجنة من الخارج إزاي أضطر لنا أحط تحديل ده وخلي أولادي ما يتأثروش بالعادات الغربية تحديدا هزوالك كان فيه طبيب قال كلمة حلوة لإحنا بنهتم بمنابس أطفالنا أكتر من أسئلتهم بس المنابس بيديه على أطفالنا لما يجبروا بس الأسئلة بتجبر معهم فإحنا بنهتم جدا بالشكليات إحنا حتى أنا عايز كذا يعني إحنا إبني مش عالف الفرق مثلا بين احتياجاتي ورغباتي صح فأنا بحاول مثلا زي فكرة إن أنا شخص مش قنوع هل أنا السبب ولا الأهل هم السبب؟ لا الأهل هم السبب يعني مثلا في حاجة اسمها فيتامين نو مرض إشباع الرغبات ما بقولش إبني لأ لأي حاجة ليه؟ ممكن يكون عشان أنا بدلله الزيادة التدليل الزيادة أي حاضر يا حبيبي أنا عندي قناعة إن ده هيطلع إبني شخص سوي ومعرفش إن ده هيطلع إبني مدلل أو نوع من أنواع على الإبتزاز العاطفي هو عرف إزاي يبتزني فأنا بتراجع فقراتي فأنا دائما بيدي أعملها الشخصيات الاتكالية يعني أنا برضو خليتها اتكالية بسبب أن أجبلها الحاجات اللي هو عاوزه بدي بخوله بقيت ملزمة أو أنا كبابة ملزمة نوع من أنواع الرشوة بس دكتور أنا بشوف ساعات يبقى طفلين من نفس الأخين مع بعض واحد قنوع واحد أناني جدا يعني بحس إنه ممكن يبقى الصفة دي بالذات أنت تولدت بيها أو لأ عندك أو لأ أنا كأم أو أب أكيد بغزي الصفة دي أو لأ بس ساعات كتيرة ببقى نفس التربية وفيه واحد أناني جدا وواحد لا طب أقولك ليه عشان فيه حاجات جينات فأطلع بأخذ جزء من بابا أو ماما فيه جزء واحد أكبر مجال عصبية بتاعته هو صغير إنه هو القدوة ممكن ياخدها منين من بابا أو ماما استعابه وفيه نوع بيرجع عصبي اللي هو البيئة المحيطة اللي هو شخصيته كانت إيه هو صغير هل هو شخصية قوية هل هو شخصية جريئة هل هو شخصية متواضعة فلازم نلاقي فروة فردية فأوقات كتيرة جدا فكرة القناعة ممكن تكون بسبب مشاكل شخصية أو اضطرابات سلوكية عند ابن يعني مثلا البيئة دي اضطرابة شوه الجسم اللي غالبا بيحصل عند البنات فالبنت بتحاول الأم بقى بيعرفها اللي بنت مش متقبلة نفسها فبتحاول بقى تهتم حاجات تانية اللبس شكل الجسم عامل ازاي بتحاول تتجمل بسه من جوه صورتها ازايتان نفسها وحشة فدي الاختلاف وفي بنت ممكن تطلع شخصية قوية فكرة بقى الفروفة دي لازم تبقى موجودة فالفكرة انت ازاي بتتعاملي مع كل شخصية هل هو في ناس كتيرة جدا فكرة المقارنة عشان انا ما قلتش لابني الفرق بين الاقتباس والمقارنة الاقتباس انا مثلا كويس في كذا فانت خد من الشخص كذا الشيء الكويس أو المقارنة وغالبا ابني مش هطلع يقارن برضو كده الا لو لقى حد مثلا في كونفزوين بتاعته بابا او ماما او حد قريب منه بيبدأ يقارن فبياخد دي ولادنا بيصطدوا مننا بالزبط عاملين زي العجينة او عاملين زي السلصال زي ما حين مشكلهم فهو ما هيبدأوا ممكن يعملوا كنوع من انواع الاسقاط لو كان من الشخصات اللي عندها مشكل شخصية وارد جدا او هو دايما مقنة عشان خاطر نوع من انواع النشوز الدفاعي ازاي هنا يا دكتور اللي انا اعزز من فكرة القناع عند ابني وخاصة احنا نفس بشرين يعني خلانا اتكلم بمتوصرة دايما العين بتتقارن بليه عاوزة تبقى افضل وده طبيعة موجودة وسلوك بشري موجود لكن ازاي اخلي الموضوع ده يبقى يعني هو فيه شعراية فصلة ما بين ان هو سلوك طبيعي وان هو يتقلب ليه طريقة عكسية او مرض ازاي انا اوصل الموضوع ده عند حد معين علشان ابني ما يتحولش ليه مريض بفكرة المقارنة وعدم الرضا الدائم طيب خلينا نقول لو مثلا انا برضو في التربية نقول الاول لو انا كنت بداليل وتدليل زايد خلينا نوصل للحب المعتدل اللي هو الشيء الطبيعي طيب لو كان ابني كان بيعملها من نوع من انواع اللي يبتزاز العاطفي خلينا نحط استوبري مدودة هنحط ده ازاي وده ازاي خلينا نحط قيمة نعرف الاول ايه احتياجات ابني و ايه رغباته ابني مثلا عايز اشتري لعبة فلانية غالية جدا طب احنا ممكن نعمله حاجة سي ورقة او حاجة اسمها ورقة الامتنان دي ورقة حلو قوي انت ايه التارجيت بتاعك او ايه التسكات اللي انت عايز انا عايز اخو اجيب كذا وكذا حلو قوي هنبدأ نعمل مصروف ورقة الامتنان الامتنان بحط ايه الرغبات الحاجات اللي نفسه يعملها او نفسه يجيبها انا هشاركك بس لو عملت البيهيفير مثلا اعملت واحد اتنين تلاتة اربعة لمنتد شهر دي مسماش رشوة الرشوة هي بعد كل سلوك عامله بس وقت الامتنان دي كل شهر فبحطوله الدافع او الحافظ ان انا هشاركك بنسبة كذا وهرأي بسلوكك خلال الفترة دي نعم وهرأي بسلوكك خلال الفترة وخليه اتحمل المسئولية يبقى خليته اتحمل المسئولية ووجهت سلوكه بدل صاحبي عنده كذا مش انت هجيبه بقى انت هتاخده بمصروفك فهتحمل المسئولية ولو كان مش شخصاتك خجولة او المتوضع او الاتكلية يبقى غزبا عنه يجتهد عشان خاطر يدفع بجزءه بمصروفه وانا هشاركه ابدأ بقى يشارك لبسه وهدومه مع الناس الغلابة يروح مثلا دور ايتام فكرة بقى ان المقارنات ليه عشان هو احنا دايما احنا دايما بتقارن الحاجات اللي مش عندنا فدايما المقارنة تبقى خاطئة فدايما سقط بنفسه بتقل وبيكون محبط تم موديه بقى الطبقة فعلا محتاجة حاجة المشاركة وفكرة توصيل القصص من خلال القصص بقولها او الفيديوهات الكارتونية من حاجات اللي بتوصل يعني عناصر تشكيل السلوك اب وام ومدرس ومدرسة سوشال ميديا من نسبالي كفيديوهات بيتفرج عليه فعشان توصلوا الرسالة من خلال قصة من خلال الفيديوهات على الناس كانت محتاجة وقدينه موضوع ده مهم قوي انه هو يشارك مصروفه حتى جزء هيجيب اللعبة بتاعته بتاعت اخر الشهر لو كان برضو وانا هشاركه وجزء التاني بلبسه فكرة الكلام انا كده بوصل له اكتر من توصيل معلومة قصص وفيديوهات حاجات مسموعة وحاجات مرأية وبيخليه شارك فهيبدأ ازاي الشخصية عبارة عن اكتر من سلوك فلو كان السلوك اكتر من مرة هيكتسبه فشخصيتها تدقى تتغير طيب بعود كتير مع امهات بيتكلموا عن قد ايه طبعا من مدارس غالية بس مش بس دي المشكلة المشكلة كمان انه بيجي الاولاد طلبات عالية جدا انا عايز ايباد في سن صغير انا عايز بلاي ستيشن انا عايز كذا انا عايز كذا انا عايز حتى لو لعبة اي حاجة يعني وما بيقاش فيه مرعاة خالص لظروف الاب والام مع انه بيبقى ساعة شايف ان هم بيحاولوا على قد ما يقدروا يحاولوا اللي هو عايزه لكن هو مش شايف ده خلينا نتكلم عن سن اكبر شوية يعني لو احنا كنا بنتكلم على سن صغير شوية ممكن نعدل في السلوك في سن اللي هو المراهقة بيبقى فيه نوع من انواع العند ازاي الاهلي يتعاملوا مع السن ده طيب خلينا نقول ان بداية المراهقة هو التمرد أو الشخصيات الجريئة على حسب. هل إحنا وهم صغيرين عشان تتفرق جداً؟ هم كانوا مميزين في حاجة ولا؟ يعني حطنا فيهم. ده عنده كذا لا. لو كان شخص رياضي ناجح أو شخص في الموسيقى أو شخص في أي من أنواع الزكاءات المختلفة زكاء اجتماعي بيقدم حاجة بيمثل بيغني شخص رياضي الحاجات المميزة دي هيطلع شخص مختلف. فالحالة اللي إحنا بنتكلم عليها دي هو شخص إحنا ما استثمرهش فيه أنواع الزكاة بتاعته فطلعناه شخص عادي جداً. إنت مين؟ أنا نور. أيها نور إنت عملت إيه؟ أنا نور أسامة. أنا ما عملتش حاجة. فمعندوه سيقاب نفسه. فبيبدأ يستبدلها نوع من أنواع النشوز بحاجة تانية. صاحب عنده كذا. صاحب عنده كذا. في الحالة اللي إزاي دي هم دول اللي بيتكلموا كتير في موضوع دي. أنا ببدأ أعمل لي رابط يعني بحط اللي إزاي المضطارة أعملهم كافئات. علشان لو ابني من أول مرة أنا عايز كذا. هجيب له كذا عشان خاطر يبقى زي أصحابه. هجيب له كذا زي أصحابه. بتوصلي حاجة اسمها الكسب الادعائي. هيبدأ يدعي حاجات عنده صحابه عشان عنده مشكلة في درجة الرضا. فيبدأ يدعي دي أنا عندي فيلا. أنا عندي كذا. أنا عندي كذا. هو ما عندهش حاجات دي. بس هو عنده عشان خاطر يكون زي أصحابه. عشان أنا. أنا فتكرت إن أنا ديته مضادة حاوي. مضادة حاوي ده عشان الجسمه يعمل أكسامه ضادة في حالة المرأة ده عمش كذا. أنا ديته مسكن. فمسكن موضعي أنا بزود الموضوع الشخصية. فبتكل شوية بتحس اللي فيها مشكلة. فكل شوية تربطه بتزيد. فبتحول للشخصية أو الطفل اللحوح أو المراهق اللحوح اللي دايما عايز دايما عايز. أنا ممكن أربطه له بحاجات. مش أنا ممكن أدعي لك آخر السنة. أنت ممكن تحاولش مصوفك وأنا ممكن أساعدك. بس الحاجات اللي بلا مقابل هتطلع لي شخص مادي أو ألكزم مقامة السلطة. أنا ممكن توصل عندي. عشان خاطر أواكب أصحابي السرقة الاقتصادية. أنا بس رأى عشان خاطر أكون زي أصحاب. زي اللي بيأخذوا فلوس الدروس مثلا. بالزبط. عشان أنا مليكش مشكلة رأسية. عشان حاضر. أي حاجة حاضر. طب ممكن تستند. هو الفكرة كلها اللي أنا استثمرت في سقطه بنفسه. كلامه نفسه هيكون متغير. عشان خاطر هو شايف ذاته. اللي هو رطبات شرطي. أنا هكون قوي لو جبت كذا الموبايل كذا. وإحنا دائماً ما عندنا السوابت. يعني. الموبايل ده أساسي. التاب ده أساسي. اللعبة فرانية جيمزي ده أساسية. فهو أخذ على كل ده. بس أنا لو خلتها هي نوع من أنواع المكافآت. اللي لازم يعملها موضوع اختلف. عرف لو هيشتغل ويكتهد علشان يلاقي فيه حافظ بعد كده. بس إحنا بنقول عشان خاطر صحابه. فإحنا دي أول كلمة. ده إحنا مش بنرد عليه فيها. فهو اللي لازم يقارن. وهو طبيعاً يا دكتور. أي أب وأي أم. لو الإبن دخلوهم من حتة الصعب نيات تحديداً. هم هيستجيبوا لأي طلب هو بيطلبه. خلينا أكلم حضرتك مثلاً عن واقع أنا عشته مع أولاد إخواتي وعشته مع أولاد صحابي تحديداً. فكرة أنه لأ بيكون المقابل لها دايماً. سيل من العياط وسيل من الحزن ممكن يفضل موجود في البيت. يعني لمدار اليوم كله حتى تلبيت رفضاته أو طلباته. إزاي بقى يتم تعديل السلوك في هذا الموضوع تحديداً. نتكلم عنه هنا سن مثلاً 12 سنة أو سن 10 سنوات. إزاي قدر عدل سلوكه بعد ما هو نشأ وتربى على فكرة اللي أنا عاوز حاجة بجيبها له. يعني دايماً طلباته بتلبى. أقدر إزاي النهاردة أقول لأ ولأ دي تكون ملزمة وهو مقتنع بيها ما يبقاش فيها يعني عياط أو زن. فأنا عاوز أخلص من العياط والصدع اللي موجود فيلا عامل ده. فيه لأ صح ولأ غلط. لأ الغلط اللي هي بسميها الجرسومة الكلمة أو الجمل السامة. هو لأ من أجل لما تكبر هو كده وخلاص. دي بقى الخطر عشان دي اللي أتودي إبني في المنطقة تانية وأنا مش عايزة. بس آخر حاجة أنت قدتها إزاي يكون مقتنع. ففكرة نفيش حاجة اسمها لأ من أجل لأ. هو لازم يبقى عارفة ليه. أنا ظروف المادية ما عنديش دلوقتي. أنا ممكن أجيبك بعد كده. ممكن أحطارك حتى لو معايا. ممكن أحطاره نوع من المكافأة في معدل فلاني. بس هو أكتر حاجة بتدايقهم وبتخليهم يعملوا أغلطات وبتخليهم قصدين كروع من ألواع نفتة الانتباه. أو اللي هو عايز يدايقني بيضع ابني. لو دايما قلت له لأ هيبدأ يختار أكتر أسوه بدايقني. صحيح. بي محبش الزن هزنه طول النهار. بي هو محبش اللحاح هلحي طول النهار. عشان يدايقه عشان هو مش عايز يجيب لي ده. هو مش شايف هو لحد نتكلم لحد 17 أو 18 حد فكرة دخول الجامعة. هو مش شايف اللي انت بتكلم فيه. عشان فكرة الخيال والواقع بالنسبة له هو بيعيش في عالم افتراضي. هو مش متخيل مدى مسئولية اللي انت ممكن تكون متحملة. عشان أنا ما دخلتوش فيها. وبدأت كمان لا. بس دعاية الصغيرة. هدخلوا معايا في مسئولية. أنا كنت عايز أسأل حضرتك السؤال ده. إنه هل من الصح لو فيه الأب والأم بيمروا بدقيقة. خلينا نقول مالية. بيمروا بيها هتمنى أنك تقول لأ. لأ. لأ خالص. هقول لك ليس. هتمنى أنك تقول لأ. لا لا لا. هقول لأ لأ الكلام تاني يوم هلاقي العيلة كلها. لا لا خالص. بس كده نفسها هتتصروا جدا. بالزبط. بص حمديني نوعين. الشخصات المسئولة هتشيل المسئولية قوي. صح. وهتبدأ توفر وده مس صح. وهتبع عنده مشكلة. الشخصات التانية هتبدأ تحس الحب المشروط. أنا كده صاحب مش يحبوني. أنا كده مش يكون زيهم. أنا قصلي يشيروا معاهم بمعنى. أنا معايا مبلغ كذا. ده اللي إحنا هجيب لك به كذا. وهامل لك في التوقيت الفنيني كذا. ده أنا قصلي إنه يشيل معايا. عشان يبدأ يتحمل المسئولية. لا رأيك اللي إحنا نجيب اللعبة دي دلوقتي. ولا وده هتأثر على سفرية. مثلا إحنا كنا مرتبينها. ولا نسافر. حتى لو معايا فلوس. بس عشان خاطر فكرة إشباع الرغبات. يعني هيبقى موبايل عادي. والتابع عادي. وكل حاجة عادي. فيبقى عنده مشكلة في الرضا. يعني ده ما بقول فيه فرق بين إن أنا أكون شخص سعيد. وإن أنا شخص راضي. أنا السعادة مرحانة السعادة. جالي كذا. فأمر مبسوط جدا إن مرحانة السعادة بيعلى. أيما هو يزبط في وقت من أوائد. فدايما هو فكرة الأندروفين وصيرتولي. المناطر خاصة بالتحفيز. هتكون سعيدة لما يجيله حاجة فلانية. فيبدأ ارتباط شرطي. أنا لازم دايما أنت بتلبي احتياجاتي. ففكرة إنه هو يشارك في البيت. آه يشارك. يتحمل فكرة أنا معايا مبلغ فلاني. هنجيب بكفس. وإنت هتبدأ تشارك معي. بس فكرة إنه هو عشان يطلع شخص سوي. أجيب له أي حاجة. طب هيوصل لدرجة الرضا. وفكرة منقومة السلطة. وممكن هيبدأ يجذب كذب مرضي عشان خاطر يبقى زي أصحابه. وفي نفس التوقيت أنا لازم أعمل البديل بقى. إن أنا أبدأ أستسمي في شخصيته علشان المقارنات تبدأ تقل. يعني أستسمي شخصيته. يعني أكيد فكرة بدام هو بيقارن. يبقى هو ثقته بنفسه مش عالية. صحيح. يعني اللي بيجذب اللي بيعضي يقول أنا عندي كذا وعندي كذا. أنا عندي فيلا. أنا عندي عربيا. أنا عندي وهو مش عنده ده. في الحقيقة ثقته قليلة في نفسه؟ بالضبط. بص. ده ما اسموهش كذب مرضي. اسمه كذب الدعائي. بيديه حاجات مش عنده. ليه؟ عشان يشبع رغباته قدام أصحابه. وسقطوا بنفسه اللي هو ما هنمت بتاع المخ. هنمت بتاع المخ. أنا سعيد كده. مشكلة بقى في الحاجات اللي زي دي. اللي هو بيزيد الكذب بتاعه. فسقطوا بنفسه تدريجيا بتبدأ تقل. وهو مش بتخيل. زي اللي عندهم اترابت شوي الجسم اللي زاد قوي الفترة دي. فالبنات حاسها فبتحول تتجمل بشكلها عشان هي معندها ثقة بنفسه. فده هو ده دريجيا بيقال للثقة بالنفس عشان انت عملت مسكن. انت معدلتش حاجة أو مقامت السلوك. تبدأين فيتم مقاومته بعد سن معين؟ طبعا. لا خلاص. أي حاجة ممكن تقومها. 21 سنة انت بتكلم 100% مقامك تمدت. بس ممكن تغيرها. ممكن تغيرها بل أنت أنا دايما بقول كريدت. أنا مثلا عايزة أحط رصيد في مخي اللي يسميها رصيد الزهني. ومتالي أحمد نفسه يعرف لو كبار صح؟ آه بالضبط. مده ما إحنا عبرها عن شخصية عبرها عن إيه؟ رصيد زهني. رصيد زهني محطوط إن أنا ما عندي ثقة بنفسي. فحاجة اسمها إكوال بعدها اللي تجاه الزهني. فبعمل سلوكيات بناء أنا على الرصيد المحطوط في مخي. فأنا ممكن أغير برين تماما إنه أبدأ أحط روتين جديد ورصيد زهني جديد من خلال كروكتر بل جميلة الشخصية. بس الكبار طبعا بيكونوا مختلفين عن الصغيرين. فبيبدأ يجي أعمل سلوكيات ويكررها. تبقى روتين عنده فبتبدأ اتجاهه الزهني يختلف. مع تكرارها الشخصية تدقى تغير. يعني دكتور نور دايما بتفيدنا كده بالنصيحك. ونتمنى كل المشاهدين بتفرجوا علينا النهاردة يكونوا استفادوا ويكونوا سمعوا لنصيحك دكتور نور أسامة الاستشاري النفسي وتعديل السلوك. كل شكرا لك على وجودك معنا. الحمد لله حياة كدتنا أمل أن حتى اللي فاتوا قطار التربية الصحيحة لأ ممكن إحنا نغير السلوك ونقوم. شكرا لدكتور نور لنورتنا.